رسالة الرجاء الاتنين الرسالتين والرجاء مهم جدا ليه لما الإيمان يفضل يشتغل يشتغل ما الإيمان عمل يترجم في عمل عمل إيمانكم فلما الإيمان يشتغل ويشتغل ويشتغل بدافع المحبة فيتعب اللي يحفظه من الانهيار ايه الرجاء يقوله ايه يا نفسي صبرا صبرا اللي مرحق اللي قربي انحار يسنده الرجاء لو الرجاء انحار يعني فقطت انتظارك لمجيء المسيح هم تتكلم عن كلام عملي مش حفظه وعظ كلام عملي لو فقطت انتظار مجيء المسيح أول ما تتعب وترحق من الأعمال تحبط وتتراجع تحبط وتتراجع وعندنا أمثلة كتير قوي في الكتاب عشان كده رجاء مجيء المسيح مرة ثانية ولعل حبائي هذا الجرس القاسي المدوي الذي يدوي في أنحاء كل العالم في كل ركن عماله يوقظ أي نائم يوقظ أي نائم لعله جرس انذار قاسي قوي لنا عشان خاطر يمكن عنينا ما بقيتش على انتظار مجيء المسيح التاني ففقد صبر الرجاء فأوتوماتيك المحبة التعب يقل وعمل الإيمان يقل لأنه مترابطين ببعض أو حد يفتكر أن الإيمان والمحبة ورجاء مفصلين لا مترابطين مترابطين لو رجعت لرؤية اتنين يقولوا أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك يعني أنا شايف أعمالك وتعبك وصبرك يعني شايف إيمانك ومحبتك ورجاءك بس عندي عليك إيه؟ أنك تركت محبتك الأولى طب ترك محبتك الأولى هيبان دعا مليا في حياته إزاي إن التعب اللي كان بتعبه زمان بطله يعني مثال يمكن زمان كان بينزل يزور يمكن مدرس مدرس أحد كان دايما يروح يعدي على أولاده في مدرس أحد يزورهم في البيوت يتطمن عليهم يمكن خادم يمكن معلم يمكن واحد بخدمة رحمة يمكن يمكن معرفش معرفش حسب موهبتك وخدمتك يمكن زمان كنت بتروح في الأسبوع مثلا بتعملك ست سبع زيارات عشر زيارات خمسش وزيارة معرفش معرفش ظروفك أنا معرفش بس كنت بتتعب وبتبذل أقصى ما عندك وبتتعب ومستمر أول مرة جاء ينام فالمحبة هتقل فالتعب يقل فتلاقي رب يقول لي عند عليك إنك تركت محبتك الأولى يعني تعبك مش زي زمان يعني أنت مش بتتعب زي زمان لأجل اسمي فيه إيه محبتك الأولى وقعت طب لما المحبة الأولى وقعت ده هيؤثر على الإيمان آه قال له اعمل الأعمال الأولى أعمال الإيمان معنى كده إن مش بس المحبة اللي نزلت لا الإيمان ما قاله منسوب ونزل وتتوقع واحد زي كده الرجاء قوي لا هتلاقي الرجاء جضعف عشان كده بيعلمنا الكتاب إن التلاتة مرتبطين ببعض ترجمة نانسي قنقر